في طريح حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة العلمية والبحثية ومواكبة التطور التكنولوجي تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة معرض البقوث الفنية للقوات المسلحة للوقوف على الحالة الفنية للمنظومة البحثية داخل أروقة القوات المسلحة واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة إلى عرض تقدمي عن أحدث الأنظمة البحثية في كافة المجالات والتي من شأنها تقديم الدعم لكافة الأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة وناقش عددا من القائمين على الأبحاث المتطورة التي تم تنفيذها مشيدا بالجهد المبذول في البحوث وأهميتها للحفاظ على جاهزية واستقرار القوات المسلحة وما لمسه من البحثين من فهم واع وإدراك صحيح لجميع جوانب البحوث القائمين عليها وفي نهاية الجولة نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقائمين على البحوث وأكد حرص القوات المسلحة على الوصول إلى أعلى المعايير العلمية في ذلك المجال مشيرا إلى الجدية والقيمة المكتسبة من البحوث الذي تم تنفيذها على مدار العام البحثي حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة